ومن ميدان التحرير ينضم إلينا مباشرة مراسل وصفة لاجئ يحملها المئات يوميا من مخيم اليوم والخطف في سوريا أضيف إلى قائمته اثنان من الرعاية الروس تتابع موسكو قضيتهما وهي قد أرسل ملفات خلافية على كثرتها إلى أنها لن تحول على ما يبدو دون استقبال موسكو لرئيس الأمريكي باراك أوباما الكريملين أعلن اليوم أن أوباما سيزور روسيا على الأرجح في المصف الأول من عام 2013 دون أعلان تفاصيل أخرى عن الزيارة وكان أوباما قد ألمح وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير كوتن هذا العام إلى رغبتهما في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإرسال القصف كان عنيفا اليوم على بلدات ريف دمشك والغوطة الشرقية وشن الطيران الحربي غرات متقطعة على بلدات موسكو وبفصول مختلفة تستمر الاشتباكات وعمليات القصف على أحلال من بلدات سوريا فاليوم صدق حالة صنف الأجواء العلاقية تظهر حجم الفجوة بين حكم المركزية العلاقية في بغدار والمنطقة الكردية فقد أكد بالتعبير عن خيبة الأمل ردت الولايات المتحدة على قرار حليفتها إسرائيل وصلة العمل ببناء مزيد من الوحدات السكنية في القدس السرقية وصلت بحقية أثناء مزيد من الوحدات المتحدة لأنها أجهزة حرية الصحافة عام 2018 كانت من نصيد شركة سامسونج الكورية الجنوبية تتخطى لن تحتاج إلى نؤمن لترى إنه رأيك ستفرقه لنهارك لنهارك ستفرقه 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 لنهارك ستفرقه 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 من أجل من أجل وليس أمامي ومع أشتركات أعادة إلى خير المترجم الثلسطينيين في العاصمة دمشق بحسب ما أعلنه المقصد السوري الحقوق الإنسان الذي أكد وقوعها في صاحة الريجة داخل المجلس الأمن ومجلس الأمن الدولي أشهر ورقة العقوبات في وجه شركتين بعد يومين من أعلان رئيس اليمني عبدربو مصور هاتي على أسلح أحاول أن أفعله أن أصحابك أشعر أن أشعر أن أفعله أحاول أن أفعله لا أحاول أن أجعله أفعله أن أجعله أي شيء ولكن هذا أشعر لم يتحدث بإنه أحاول أن أشعر أمامي 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 تبدو استثماء الآمن في منطقة مشتعلة بمعارك والقصف صحيفة نيروك تاينز الأمريكية الحديثة لأمالي قمة دول مجلس التعاون الفائجين ملفات تحمل جديد القضايا المطيحة في القناة السادقة إذا نحن نعضنا في مكان يخرج في مكان فيه هذا الوقت يمكن أن يكون نحن نحن فيه موسيقى تزامنا مع الأسرة المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية احتفل أمام مقر الصديب الأحمر الثولي في مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة ميلاد أسرة الحرية تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة